شهر الفضيلة وشهر البركة وشهر السخاء وشهر العطاء وشهر العبادة وشهر السجود وشهر التلاوة وشهر الصيام والقيام على الأبواب كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرونه ستة أشهر من قبل أن يأتيهم وعلمنا عليه الصلاة والسلام الدعاء اللهم بلغنا رمضان فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الفضيل فهي مناسبة لكل مسلم بأن يراجع حسابه وأن يستعد لهذا الشهر ليس استعداد المايدة واستعداد الأطباق واستعداد الشمية واستعداد يخمن في البطن فقط وإنما هو استعداد الصفاء والنقاء والصيلة بالله عز وجل وأنه ينقي الرئيزة تاعة مع ربي عز وجل يعاودي يبدل لابيستاعة يمسحها مليح ويعاودي يردها في الهاتف باش يكون كانت تواصل مباشر مع الله تبارك وتعالى وكل شيء يوصل عند ربي تبارك وتعالى نريد لتلك العبادة التي تربطك مباشرة بالله عز وجل ف11 شهر كانت موجودة العبادات كانت موجودة الطاعات كانت موجودة الأخلاق ولكن ربي عز وجل عطانا هذا الشهر بغير يقربنا بغير يقربنا إليه بغير يقرب يعني كل ما نفعله أن يكون قريبا لله تبارك وتعالى فنتمنى إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الأيام نكون كلنا استعداد وخاصة من خلال برنامج يفعل الخير نرشدكم إلى الاهتمام بالضعفاء والاهتمام بالفقراء والمساكين والأرامل والأيتام هناك الكثير 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 ممن لم يجدوا سواء في الماضي ولن يجدوا في هذا الشهر الفضيل ربما ما يضعونه على موائدهم وما يفرحون به ويسعدون به أطفالهم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين يرقق الله قلوبهم ويزرع فيه الرحمة حتى نكون رحماء في هذه الأرض وعندما نكون رحماء سيرحمنا الرحمن سبحانه تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يدخل عنا إن شاء الله بالخير والأمن والأمان والسلم والسلام والاتحاد والمحبة والتسامح على كل الجزائريين أينما كانوا بل على كل المسلمين أينما كانوا